روح العبودية انت مش عبد انت مش اي حد انت ملك انت كاهن انت ابن انت عزيز صرت عزيز مكرما وانا قد احببتك انا غالي على قلب الرب والمعنى ده بقى مش معنى ان انا عرفت كأنه تايتل كأنه واحد اخذ شهادة ان انا بقيت مهندس ولا بقيت دكتور ولا عملت الدكتورة او كده وانا بقيت ابن الله خلاص حطتها رف على الرف وخلاص لا معنى كلمة ابن معناه ايه ان انا مش عبد بعناه ان انا من حقي حياة التمتع وعزيز المشاهد اوعى تفتكن المسيحية في وقت من الاوقات ابدا ابدا ان انا شوية قوانين ان انت بتشوف قوانين اللي تلقمك اكتر فلقيت ان القوانين اللي في المسيحية دي حاجة الحياة المسيحية هي شركة وتمتع هي حياة عايش مع الشخص حقيقي احنا مش بنقدم تعليم احنا بنقدم شخص حي حقيقي يعني هي تتمت الاية نصرخ يا ابا الاب هاي العلاقة الشخصية اللي كتير ناس بتفقدها انه دائما بتعامل الله كأنه اله صارم بعيد مش اله شخصي عملي بحبني ساكن فيي موجودة معاي وبيتكلم كابن صار عندي شرعية ما هو الابل بتتبني صار عني نفس الحقوق نفس الامتيازات كابن بالزرعي عنا امتيازات المسيح ليه؟ لانه المسيح مات على الصليب وقام من الاموات فصرنا ورثة مع المسيح ومن خلال المسيح وهذا هو امتياز المسيح كأولاد للرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر